وصف رئيس التحالف الإصلاح والأعمار السيد عمر الحكيم المرحلة الحالية التي يمر بها العراق بالحساسة وأكد ضرورة بناء الدولة والمؤسسات والاعتماد على الكفاءات وأحترام سيادة القانون وعدم التمييز بين الناس على أساس الانتماءات المختلفة والتقليل من البيروقراطية وشدد الحكيم على ضرورة مكافحة الفساد بشكل حقيقي بعيدا عن الشعارات التي غالبا ما يرفعها أشد الفاسدين